بعد عام دراسي مليء بالمطبات والعراقيل بسبب جائحة كورونا شهدته تركيا ومعظم دول العالم لا يبدو أن شكل العام الدراسي المقبل والذي بدأ العد التنازلي لانطلاقته ذاهبا إلى الاستقرار المنشود في ظل استمرار الأسباب التي عرقلت العام المنصرم وزير التربية والتعليم التركي ضياء سلجوق وعقب أيام من إعلانه القرار النهائي بشأن تقويم العام الدراسي المقبل أعاد خلط الأوراق بتصريحات جديدة يلوح فيها وفق ما يرى البعض بأن القرار لم يحسن بعد بشأن التقويم الدراسي الجديد سلجوق قال إن وزارة التربية والتعليم لا تزال تكافح من أجل فتح المدارس في الحادي والعشرين من أيلول وهو الموعد الذي حدده قبل أسبوعين بناء على مقترح وتوصيات المجلس العلمي لكنه أكد في الوقت نفسه أنه على تواصل مباشر مع وزارة الصحة للحصول على التوصيات بخصوص حسم القرار عندما يقال لنا لا يوجد خطر بفتح المدارس على هذا الشكل والمستوى فإننا سنفتحها على الشكل الموصبه ونحن على تواصل مباشر بوزارة الصحة ولدينا نحو ألفين مفتش يقومون بفحص جاهزية وتقييم نظافة المدارس ومنح المدارس النظيفة والمطبقة للشروط وثيقة المدرسة النظيفة وقبل عدة أشهر حددت وزارة التربية يوم الحادي والثلاثين من أغسطس آب الجاري موعدا لبدء العام الدراسي 2020 لكن وزارة التربية وفي تصريحات جديدة أعلنت أن دوام الطلاب التقليد لن يبدأ قبل الحادي والعشرين من أيلول المقبل مع التأكيد على بدء التعليم وفق الموعد المحدد لكن عبر الإنترنت والتلفزيون وتعزى ضبابية المشهد بشأن مصير العام الدراسي المقبل إلى التزايد الطفيف بعدد الإصابات بكورونا في عدد من الولايات التركية إذ تجاوز العدد الكلي للمصابين 252 ألفا من بينهم أكثر من 233 ألفا تماثل تماما للشفاء